السلام عليكم ورحمة الله نكملين رحلتنا رحلة كنوز كنوز بناء الروح الموصولة بالله وكنوز بناء العيلة المستقرة المتحابة المتربطة وكنوز بناء الشخصية السوية المتعلمة الرحيمة النافعة وبنبدأ النهاردة كنوز بناء الروح بالمشهد التالي من حياة سيدنا يوسف مشهد الغريزة اللي عمت القلب عند إخواته الغريزة اللي أسكتت العقل وأسكتت الفطرة وأي مشاعر إنسانية بيحكلنا ربنا في القرآن في مطلع سورة يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا إخواته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعدين كأن المشهد فؤوضة في البيت سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب الله أعلم بيعملوا إيه ممكن يكونوا بيصلوا وبيضعوا لإخوته ممكن يكونوا قاعدين مبسوطين بيتغدوا بيتعشوا أيا كان الأوضة التانية فيها غل وحقد رهيب عمالين بيفكروا هو ليه الوالد بيحب يوسف أكتر مننا مع إننا عصبة الله طب ما هو العصبة دول وكانوا أكبر من سيدنا يوسف بسنين كتير إنتوا تولدتوا وسنكم قريب من بعض وخدتوا الحب والحنية والفلوس والتربية والتعليم وده الطفل الصغير فالطبيع أنه ياخد مستوى تاني من الحنية زي اللي إنتوا خدتوه وإنتوا بتساعدوا بعض وبتشيلوا بعض وده لسه صغير فحتى في كلامكم العقل مغيب إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين بدأت الأفكار اللي فيها فعلا فطرة سكتة وعقل معمي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا عارف يعني اطرحوه أرضا يعني يفضلوا ماشيين بيه بعيد 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 غير ما يتوه ما يعرفش يرجع لأبوه طب هيتوه مثلا ممكن سبع يكله ممكن ناس مفتريين ياخدوه مثلا يبيعوه عبد ولا الموضوع مش في بالنا أصلا المهم إن إحنا ناخد مصلحتنا من الأب اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين ويبدأ آخر ذنب بقى نعمله ونرجع نصلي بعد كده قال قائل منهم ده الطيب بقى الحنين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب تعالوا عند بير عميق ارمو وسبوه عمره ما يعرف يطلع وبالمناسبة رموف بير بعيد في منطقة تانية خالص يلتقطه بعض السيارة يمكن يكون مثلا قافلة من بلد تانية معدية يجوا ينزلوا الجردل بتاعهم الدلوى عشان يملوه يلقوه ياخدوه يمشو هو مش عاف يرجع يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين البني آدم عنده عقل بيوزن عواقب الأمور وعنده فطرة بتوجعه لما يأذي ربنا خلقنا كده المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته إنسان لما بيعمل غلط قلبه بيوجعه لكن لما الغريزة بتحضر اللي واحد ممكن يأذي وينسى العشرة ويزور وضع مستقبل بني آدم وياكل مال اليتيم كل ده ليه تفكير في الغريزة غريزة الفلوس والبقاء والظهور والتحكم فاكر الراجل اللي سيدنا النبي حكى عنه عليه الصلاة والسلام إن فيه تلاتة كانوا في سفر فدخلوا غار فحصل زي سيل وقعت عليهم صخرة سدت الغار فكل واحد فيهم قال ندعي ربنا بعمل صالح نتوسل إلى الله به لعل ربنا سبحانه وتعالى يكشف عننا اللي احنا فيه فالرجل التاني بيقول اللهم كانت ليه ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأصابتها سنة يعني حصلها احتياج زي ما يكون حد يعيه عيا جامد من أهلها أو حاجة زي كده محتاجة فلوس فجاءت تطلب مني المال يعني فراوتتها عن نفسها خلاص هساعدك عشان المصيبة اللي عندك بس تمكنيني من نفسك فرفضت ثم أصابتها سنة يعني الموضوع شد عليها فجات له تاني تاخد بالك غريزته عمياز زي عن صلة الرحم والرحمة حتى ببني آدم إنسانة محتاجة فأصابتها سنة موضوع شد عليها أكتر فرجعت له تاني فراوتتها عن نفسها فرضيت يبدو أني كان الاحتياج شديد جدا فلما تمكنت منها وقعت منها مقعد الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه كانها بتقول له حرام عليك شوف هي في قمة الوعي مع ربنا وقمة الحضور مع ربنا هو في قمة الاندفاع بسبب أن الغريزة لو حضرت وانت مش واعي تلغي العقل زي ما حصل مع أخوات سيدنا يوسف فالرجل بيقول فقمت عنها وتركت لها المال وهي أحب الناس إلي كأنها لما قلت له تقي ربنا فاء ولما فاء سابها ودها الفلوس اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شوية عنهم إلى آخر القصة خد بالك خد بالك من الغريزة كثير الذكر اللي عنده أوراد بيبعد غريزته إنها تتمكن منه لأن كثير الذكر وهو بيذكر لما بتهجم عليه أفكار الغرائز إنه مثلا يدوس على موظف عشان يترقى هو أو يدي واحد إسفين عشان يبقى منظره كويس أو يغتاب في وسط الاجتماع عشان يبقى إنه هو حريص على الشركة أو أي غرائز فيها تحرش أو اعتداء على الآخرين اللي بيذكر ربنا كتير الموصول المتربي في وسط بيئة بتفكروا بربنا وتفكروا بإنسانيته غريسته أبعد خد بالك هم عصبة كلهم بيتفقوا مع بعض والطيب منهم قال بلاش نقتله إرموه في البير الحاجة التانية الصعبة جدا إن ساعات البني آدم يبص لنعمة في إيد اللي قدامه فيبقى عمال يهري وينكت في نفسه ويحقد واللي قدامه على فكرة بيحبه وبيدعيله بس لأن النظرة نظرة مقارنة فأنت شفت واحد جاي بعربية جديدة فلما شفتها حسد بفقرك أو حسد بفشلك طب هو زنبه إيه؟ هو اشتغل وكسب وحوش ورتب نفقاته فعارف يجيب العربية إنت كمان ربنا رزقك بس إنت ليك أولويات تانية أول فترة دي من حياتك عندك ضائقة مالية هو ما أثرش عليها الشخص ده وربنا بيوزع الأرزاق برحمته وعلمه وقربه من العباد فلما أنظر زي ما إخوات سيدنا يوسف بصوا الحنية سيدنا يعقوب اللي هم خدوها قبل كده هم كبروا بصوا فافتكروا إيه؟ هو ليه أبونا سايبنا بالطريقة دي مع إن الطبيعي إن الواحد لما ينظر لنعمة في إيد حد تاني ينظر بعين بيسموه عين الاعتبار يبص كده ويشوف إرادة ربنا في إيصال النفع دلوقت ما يبقاش معطرد على قسمة الله عن طريقه متدايق فضيقه يطلعه في صورة أذية للي عنده النعمة دي إخوات سيدنا يوسف عصبة مع بعض وربنا كريمهم ببيت نبي لكن الإشكالية في إن النظرة ما كانش نظرة سوية نظرة دي إحنا على فكرة ما فيش حد فينا كبير عليها شوف واحد ربنا فاتح عليه في الدنيا يبقى أقول تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله عشان تذكر نفسك أولا بنعمة ربنا اللي عندك وتذكر نفسك إن اللي في إيديه من خير مدي أو معنوي هذه هي مشيئة الله وتدعي لي بالبركة لكن يبدو إن إخوات يوسف اجتماع الغريزة عليهم واجتماعهم على الفكرة الحاقدة أعمى العقل وأسكت صوت الفطرة النقي ترجمة نانسي قنقر